على وقع الطرب العراقي الجميل والأهازيج الداعمة والمساندة وفي يوم مليء بالسحر الكروي تألقت الأسود وقالت كلمتها بثلاثية في شباك فيتنام ليتصدر المجموعة بالعلامة الكاملة منتخبنا كان بالموعد وحلق عاليا مع أيمن حسين في سماء الدوحة جميع اللاعبين كانوا بالفورما وعلى قلب رجل واحد أبدعوا وأمتعوا وقدموا كرة قدم جميلة كنا بانتظارها منذ سنوات والأهم كان هناك رجال قاتلوا حتى اللحظات الأخيرة سيناريو مجنون لم يخطر على البال ولا على الخاطر المنتخب الفيتنامي كسب الشوط الأول لصالحه أداء ونتيجة ومع دخول علي جاسم وأيمن حسين انقلبت الأمور رأسا على عقب ليأتي ريبين سولافا ويسجل التعادل من ركلة ركنية ليقفز بعدها أيمن حسين عاليا ويضع هدف التقدم من رأسية ولا أرواع ومع اقتراب المواجهة من النهاية عدل المنتخب الفيتنامي النتيجة من خطأ دفاعي فادع لكن الأسود قاتلت حتى الدقيقة العاشرة بعد التسعين حيث أعلن الحكم عن ركلة جدائن بعد عرقلة يوسف الأمين ليترجمها أيمن حسين في الشباك ويخطف النقاط الكاملة وأيضا صدارت هدافية البطولة القارية برصيد أربعة أهداف المواجهة كانت مثيرة بكل تفاصيلها والمرحلة القادمة تحتاج للعمل أكثر والتركيز أكثر كون الخطأ الواحد يعني توديع البطولة وكساس وكادره المساعد يعون ذلك جيدا والسيناريو فيتنام كان درسا جيدا للجميع الآن نحتفل ومن صباح الغد نستعد للقادم ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة